بالله الرحمن الرحيم رسائل ربانية يومية الرسالة السادسة الصباحية ولا تقف ما ليس لك به علم بفضل الله تبارك وتعالى صباح الإيمان صباح الرضا والرضوان صباح العندريب واللبن الحريب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي أحيانا مسلمين وأنعش قلوبنا بحب خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين أجمع الصحابة الكرام على أن قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هذه الآية من سورة الإسراء تعد جامعة لكل الأخلاق الإسلامية والمبادئ الإسلامية أن تفلت الإنسان وضياع الإنسان يأتي من الانشغال بالآخرين انشغاله بالآخرين يفسد عليه دينه يضيع عليه خشوعه يفتر عليه همته دي أولا ثانيا احساس المسلم أن كلامه محسوب عليه وأن نظراته محسوبة عليه وأن ما يستمع إليه وما يطلقاه محسوب عليه إن السمع والبصر والفؤاد وما يرد على قلبك من خواطر وما يرد على قلبك من خواطر منجيات أو مهلكات فإنك محاسب عليها كل هذا يجعلك تراجع نفسك ألف ألف مرة قبل كل كلمة وكل خطوة وكل خاطرة وكل مكان تدلس فيه الأمر الثالث في خاطرة اليوم أن الذين ينشغلون بالناس وبأعراض الناس وينخرطون في التفاهات هؤلاء ليس لهم علم بشيء ولن ينتفع بشيء ولن يكون شيئا لأن القلب إذا زاغ ضاع وإذا ضاع تاه وإذا تاه لا فكر ولا قدر ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى خاطرة اليوم مهمة جدا 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 إذا أردت أن تنجح فلا تنشغل بغيرك إذا أردت أن تنجح فاعلم أنك محاسب على كل كلمة وكل خطوة وكل حالة وكل بيان وكل برهان وحاسبك عليه الملك الديان أخيرا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته